تعريف الجهاد الجهاد في اللغة مأخوذ من الجهد از جهد یا از جهد غرفته شده كي بمعنى طاقت طواني و بمعنى مشقت اماده اهل لغة ميگوين كي اگر جهد بفتحه باشا بمعنى مشقت اص و با اي خاطر با او مسمع شده كي دا اي مشقت اص تكليف اص تحمل مشكلات اص و اگر بزدم یعنى بزدم جهد بگرم اي بمعنى طواني وص و طاقت اص و با اي خاطر جهاد با اي مسمع شده كي دا اي انسان تمام قوت و طواني خود را با اندازه نهائي با كار ميبرا و جد جهد مي کنه كي محبوب را حاصل کنه و مكروه را دفع کنه و در شريط لفز جهد وقتك اطلاق مشا ازود دو معنى مراد مي باشا يك معنى عام اس بمعنى بذل الوسع في حصول محبوب الحق و دفع ما يكرهه الحق ياني حق سبحانه و تعالى چيزي كي دوس دارا با دس اوردن وو وو چيزي را كي مكروه مي دانا در راه دفع کردن وو انسان طواني خود را و طاقت خود را بخرج دهد و معنى خاص بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله بخاطر إعلاء كلمة الله و بخاطر سربولندي كلمة اسلام در مقابل كفار جنكر دانرا جهاد مي گوانا و در حديث رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم قاهب معنى خاص و قاهب معنى عام مثلا داي حديث المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله و حديث ديقاء أحي والداك قال نعم قال فيهما فجاهد یعنی ای معنى غاه معنى خاص و غاه معنى عام را افاده مي کن حكم جهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله فرض كفائي است در حالي که ديگه مسلمانا با اي فريزة قیام کرده باشن و اي رو عدا نماین از زمه ديگه مسلمانا با احد با زمه ديگه مسلمانا اي فرض كفائي است و اي آيات كريمه آيه 122 سورة طوبة با اي دلالت مي کن که كل مردم چرا نفير مي کن چرا یک روحی مسلمانا برا اي تفقه في الدين و برا اي علم نمی برا یا تاكی ميدان علمی هم نگه داری شوا سنگری علم هم نگه داری شوا و درسيه علیت جهاد فرض عانمی باشن یک اذا حضر المسلم المكلف القتال والتق الزحفان وتقابل الصفان در سورتیک مسلمان مكلف عاقل و بالغ در جهاد فی سبيل الله در سفها در شدباشا و دیده که دو صف با هم در مقابله است و دو لشکر با هم در جنگ است در اي صورت با علی و مسلمان مكلف جهاد فرض است باید از اونجا گرز نکنه با ای خاطر الله رب العالمين فرموده یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فیعتا فثبوتو وقت که ملاقات شد در مدان جنگ حاضر شدن و اونجا بودن باز اونجا ثابت باشن و از میدان جنگ نروید و می فرمایا اذا لقیتم الَّذین كفروه زحفا فلا تولوهم الادبار و نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم گریز در میدان جنگ و جهاد ایرا السبع الموبقات ذکر کرده هاف گناه هلاکت کنند حالت دوم که اونجا جهاد فرز عین است اذا حضر العدو بلدن من بلدان المسلمین وقت که دشمن دشمن اسلام و مسلمان ها با یکی از کشورهای اسلامی تجاوز بکنند و زیر حجوم و حمله و یورش قرار دهند بالای او اهل منطقه و او کشور جهاد در مقابل او دشمن فرز عین میشه و او دشمن را ترد کردن کشیدن راندن بالاشن واجب میشه و اگر اهلی کشور در مانده شوان در مقابل او دشمن بالای کشورهای همسایی اسلامی او فرز انتقال میابد منطقل میشه و که همرایی مسلمان ها عجیز و نطوان در طرد و راندن دشمن همکار شوان الاقرب و فالاقرب اللہ رب العالمین میفرمائی یا ایوها الَّذین آمانوا قاتلوا الَّذین یلونكم من الکفار وَلْ يَجِدُوا فیكم غِلْضَ حالات السیوبومی که دوو حالات جهاد فرز میباشا در وقت که امیر المؤمنین امام المسلمین مسلمانورا بنفیر عام فرابقانا که کل مردم زنو مردو قلانو قرد در مقابل دشمن براین ارماظان حاضر شوان در ای سورت هم فرزان میگرده اللہ رب العالمین میفرمائی انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودا وقت که شما شما را بجهاد دعوت میشا وقت که بشما گفت میشا وکی انفروا في سبيل الله براین در راه الله رب العالمین اثاقلتم من الأرض شما جرانجيميكن بترفي الزمين ونمي برين أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وأما جنس الجهاد يعني مطلق جهاد فرز عينس وهر مسلمان مجاهدس یا بقلب یا بزبان یا بمال یا بدس بيكيز انواع جهاد هميشا ودر هر وقت در راه الله رب العالمين ودر راه اقامي الدين ومبارزة ميكونا ومكلف بي مبارزة نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمودا جاهد المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم متابق ضرورت متابق توانعي انسان ويكي از اي جهاده انسان مصروف مي باشد لیکن از اياد نبرم مراتب الجهاد في سبيل الله الجهاد له اربع مراتب جهاد النفس والشيطان والكفار والمنافقين وأصحاب الظلم والبدع والمنكرات بادزو جهاد بالنفس شعر مرتب دارا جهاد جهاد النفس على تعلم أمور الدين والهدى الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ولا معادها إلا به جهادها على العمل به بعد علمه وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها جهادها على الدعوة إليه ببصيرة جهاد بالنفس وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق وأن يتحمل ذلك كله لله فمن علم وعمل وصبر فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات هذه المراتب مرتبة أول جهاد والنفس كي چار مرتبة دار هكذا بايد أز هذه المراحلة هذه المراتب من نفس بيرون نباشر جهاد والشيطان همراه شيطان جهاد کردن و دو درجة دار جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك جهاده على دفع ما يلقي إليه من الشهوات الفاسدة فالجهاد الأول بعد اليقين والثاني بعد الصبر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون والشيطان أخبث الأعداء قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو النوعي سيضم شهارم جهاد أصحاب الظلم والعدوان ويسي مرتبى دارا باليد إذا قدر المجاهد على ذلك كالظلم عدوان ردف فإن عجز انتقل إلى اللسان فإن عجز جاهد بالقلب بأساس حديثي مشهور يز أبو سعيد خدري رضي الله عنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إي سيزدى مرتبى ونوعي جهاد أس وكامل ترين إنسانا كساي أس بنزد الله رب العالمين كي تمامي أنواعي جهاد را بسر براسانا ومواقع برش ميسر شوا لیکن إنسانا در امي جهاد متفاوت أس أز لهازي درجات أز لهازي مراتب وكامل ترين وأكمل ترين إنسانا در جهاد في سبيل الله وكامل ترين إنسانا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم قسمك ابن القيم رحمة الله عليه در كتاب خد زاد المعاد في هدي خير العباد إيرا ذكر كبتا عزيزاني جرامي إي قزية نهاية الزياد مهم أسبعي خاطر كما بازي مرضون فقط استعمالي أسلحة جهاد ميغوية فقط أخو موضوع ديگئي يسكي هدف جهاد جيز فلسفة وحكمة جهاد جيز در چند نقطة خدمت شما إيرا بيان کنم أولين قزية وأولين هدف جهاد إعلاء كلمة الله حدیث ابو موسى شعری رضي الله عنه أسكي أك شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم پرسان کرد كي بازي انسانا براي غنيمت بازي براي نام بازي براي مكانت و منزلت خدمي جنگا كي در راه الله است در بيانينا فرمود من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله دوم يعني هر کسي كي هدف او از جهاد مبارزة اعلا و سربلندی كلمي اسلام نباشا هر قدر كي جنگي و جنجو كه قهرمان باشا او جهاد نيس او جهاد نيس هدف دومين نصر المظلومين كمك رسندن بمظلومان قسمي كي در آيه 75 سوري النساء امده كي بشمات چي شده كي براي نجات و مستدعفين مردا و زنا و اطفال براي انها براي نجات انها در راه الله رب العالمين مبارزة و جهاد نمي كنين او انها ايكي دعا مي كنن شكایت مظلوميتي خود را مي كنن كي يا الله اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لذنك وليا واجعل لنا من لذنك نطيرا هدف سيوم ردو العدواني و حفظ الاسلام ظلم و عدوان را كنرزدن اور دركردن و رواندن و حفاظت اسلام حيكزه اهداف مهم جهادس فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامعوا وبيعوا وصلوات ومساجدوا يذكروا في هسم الله كثيرا اي سي هدف مهم جهادس كي اي را انسان در نظر بغيرات و اي تمام انواع جهاد نيكي از امي اهداف را برعور دمي سازاد فزيلة درجة و مرتبه جهاد چيس دا اي مورد زیاد نصوص و زیاد تلائل ذكر شده در قرآن عزیم الشاند و در سنت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم اولین فزيلتي جهاد اینس كي اي 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 اكتجارت نهایتنا فبخشاس قرآن عزیم الشاند اي رب ببيع الشراء تعبير کرده كي انسان مؤمن بالله رب العالمين نفس خدرا فروختا و جهاد می کنا قتل می شا و میکشا باس می فرمائی فاستبشروا ببيعكم الَّذی بایعتم با شما مجدبات خوشخبری حاصل کنین با ای تجارتی که شما انجام داد تجارت نهایتنا فبخشاس در سوره اصطف می فرمای هل ادلوكم على تجارت تنجیكم من عذاب الیم و تجارت راب شما نگویم که شما را از عذاب بزرگ و عذاب دردناک نجات دهد تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون في سبيل الله باموالكم و انفسكم ذالكم خیر لكم ان كنتم تعلمون تجارت راب شما رباط و جهاد في سبيل الله و پیرداری در روح اللہ رب العالمين و حفاظت سرزمین های اسلامی یک درجہ نهایت بزرگ رباط يوم و لیلت خیر من صیام شهر و قیام از یک ما قیام و صیام یک شبروز رباط و پیرداری و پس بانی از صغور و سرحدات اسلام بیتر از و باز رسول الله صلیم فرمودا و اماتا و قد الشخص و فادشا جرا عليه عمله الذي كان يعمل و امینا و أمن الفتن و أسفتنة كي علما فرمودة كي أزي مراد فتنة قبر أس أزودر أمان مشه حراست و پيرداري فزيلتش دي حديث ببنن و چشمي كي بخاطر حراست تي در راه الله رب العالمين بايدار منده و او آتش حرام است كسي كي أك صبح و شام در راه الله رب العالمين در جهاد في سبيل الله برايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودة خير من الدنيا و ما عليها الروحة يروحها العبد في سبيل الله و جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودة لغضوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا و ما فيها و قدم هايك در راه الله رب العالمين غبار ألود شوا آتش جهنم روح حرام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودة لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله و دخان جهنم و فرمودة مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار و ازفزيلته جهات كذا الحديث أمدا فرمودة ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو و سألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا وعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف جنة الزير الصلاحي شمشير هاس جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهات قال لا أجده قال لا أجده قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك درجات مجاهدين في سبيل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودة إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة فزائل زياد دارا زيافة شهداء بنزد الله رب العالمين في أحاديث كلش بي دلالة ميكونا خون شهيد فروز قيامت حزر مشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودة إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك وشهيد تمناه أرزو ميكونا كده برد الراه الله رب العالمين كشتشوا أملزتك أورا إحساس برد الله رب العالمين ميفرما ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فزيلة مسرف دراه الله رب العالمين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء شهداء أحياء عند ربهم يرزقون اسمك آيتي يكسدو شستنو هفتادو يك دلالت ميكونا ما يبلغو منازل الشهداء در حديث شريف كالسهل بن حنيف رضي الله عنه رواية نبي كريم صلى الله عليه وسلم إرشاد فرمودة من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه وفرمودة من طلب الشهادة صادقا وعطيها ولو لم تصبه يعني أغر هكسي إرادة وتمنى أرزوي خير رضا اشتباشا وإراء الله رب العالمين بخواها درجاء ومنازل شهداء الله رب العالمين بي نسيبه أغر كي با بستر خد وفات شوان فزيلة المجاهدين بقاعدين در آيين ودفنجي السورين سازكر شودا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وجهاد في سبيل الله وسلي رحمة مغفرة أس شهادت وسلي جلب مغفرة رحمة الله رب العالمين أس ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين إلا الدين قرض مفنم نمیشه ديگه كل گناه های شهيد بخشیده میشه وإي حدیث أبو قتل رضي الله عنه بإي دلالت مكناه كسي كي خودش وبمال خود جهاد ميكناه يعني ما لم أزو باشا و جان خدرهم پیش ميكناه اي بحترين مجاهد است قل يا رسول الله أي الناس أفضل قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله وعنوان مجاهد از خاني خود برمد ودراه وفاتشد اجروا ثابت آس ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وساعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت وقد وقع أجره على الله قد وقع أجره على الله وي حديث كينجا ذكر شده ايهم بو دلالت مكناه